انخفضت مبيعات البنك المركزي النقدية للمصارف وشركات التوسط في مزاد اليوم وذكرت مصادر أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي استقرارا في مبيعاته من الدولار وأضافت المصادر أن المبيعات النقدية انخفضت مقارنة بالحوالات الخارجية ومن جانب الآخر طالب أصحاب الصرافات في بغداد البنك المركزي تحديد موقفه من عملية تغيير سعر الدولار معتبرين أن التذبذب في السعر أدى إلى حصول ركود في الأسواق